ايه بقى كواليس اللقاء المنتظر بين الكابتن محمود الخطيب والسوارس اللي هيحصل غالبا غدر ونالكم مبارح ان كان فيه اجتماع مهم تم بين الكابتن محمود الخطيب والدكتور طه اسماعيل وبعض اعضاء لجنة التخطيط عشان يتفقوا على بعض الامور اللي هيتم الحديث فيها مع ريكاردو سوارس اول ما ييجي الى القاهرة تعالوا تشوف ايه الحاجات بقى اللي وصلوا لها في الاعداد دي تعالوا اولا التأكيد على ان السابت لدى ادارة الاهلي عدم التدخل في عمل المدير الفني الا في الحالات التي يحيد فيها عن منهج النادي فقط وانه سيكون له كامل الصلاحيات الفنية بما يخدم مصلحة النادي الاهلي ثانيا التأكيد المدرب على ان الاهلي لديه مشروع طويل المدة يريد تنفيذه وان اختياره لقيادة الفريق جاء للثقة في قدراته على تنفيذ اهداف هذا المشروع وانه سيحصل على الدعم الكبير حتى يحقق بطولة افريقيا والبطولات المحلية ثالثا التأكيد للمدرب على انه فور تسلمه لمهمته مع الفريق سيكون مطالبا بكل بطولة يلعب عليها حتى لو كان هناك بطولة في اول يوم عمل له لان هذه هي طبيعة النادي الاهلي رابعا الاتفاق مع سوارس على التخصيص جزء من وقته لمتابعة وحضور مباراة فرق الناشئين حتى يكون حتى يكون الصورة كاملة عن الكطاع وابرز اللعبين السوار واقتيار الانسب منهم للتصعيد الى الفريق الاول خامسا التأكيد على المدرب بعدم الحديث لوسائل اعلام بشكل مستمر والاكتفاء بالمؤتمرات الصحفية الرسمية وايضا وسائل اعلام الرسمية للنادي فقط وان يكون الحديث عن الامور الفنية دون تطرق لاي امور داخلية تخص الفريق تجنبا لتكرار سيناريو موسيماني سالسا الاتفاق مع سوارس على ان يكون اي طلب للاستغناء او التعاقد مع اي لاعب ورقة مكتوبة منه حتى لا يتقرر ما حدث مع موسيماني من قبل وتحديدا في رحيل كهرباء سابعا الاتفاق مع المدرب على ان النادي يكون له الحق في الابقاء على بعض اللاعبين حتى لو طلب رحيلهم وذلك لوجهة نظر مالية وتسوقها سامنا التأكيد على سوارس حول اهمية وقيمة جماهيل الاهلي وانها السبب في نجاح اي مدرب وعليها ان يستغل دعمها ويحصل على ثقاتها حتى يكرر انجازات مواطنه منويل جوزي تاسعا سيكون هناك حديث مع سوارس حول بعض الادوار الادارية التي تخص سيد عبدالحفيز مدير الكرة وايضا الدور الفني للمدرب سامي وامسان بجانب الاستفسار منه حول فترات الراحة التي سيمنحها للعبين حتى لا يتكرر سيناريو موسيماني والراحات المتكررة المطولة التي كان يحصل عليها الفريق يعني انت بتتكلم في كل ان النادي الاهلي عانى او عانى منه مع بيت سو موسيماني مش عايزه يتكرر تاني مع سوارس ابتكلم على الامور الفنية والادارية في الصفقات وراحي اللاعبين والامور الاعلامية الحاجات اللي بعيدة عن البطولات والانجازات الاهلي بدري بدري كده عشان ما يخش في خلافات مع الراجل هيقول له احنا واحد اثنين تلات اربعة ده طلبينه منك الفترة اللي جاية مع العقد اوه سهل